أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من جديد الهدف مرصود والرشاش الجاهز تلك كلمات من أغنية تعرف باللهجة البدوية بالشيلة وقد أداها شاب من غزة اسمه عبدالله سعيد وذلك لتمجيد المقاومة ضد إسرائيل لكن شيلة الشاب عبدالله سعيد سرعان منتشرت وبشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد أن تختمت كلماتها في سياق التجاوزات على القانون وفي حوادث إطلاق النار التي أعقبت تتائج الانتخابات الآن طبعا عبدالله سعيد صاحب شيلة أصدر فيديو شكر فيه الشعب الأردني على هذا النجاح الذي تسبب به لشيلته وطلب منهم ترقب عمله أو عمله الفني الجديد بعنوان انتهى وقت النقاش هذه أكثر مشاهدين عن هذه الأغنية التي انتشرت في المملكة معنا من غزة المغني الشعبي الفلسطيني عبدالله سعيد صاحب أغنية الهدف مرصود وره الشاشي جاهز أنت أقول لك الكاميرا مرصودة والمايك جاهز عبدالله عشان تحدثنا حول شو شعورك بعد انتشار هذه الأغنية تقييمك لها بعد الانتشار الواسع في المملكة خلال اليومين الماضيين فضل عبدالله أولا الله يمسيكم بالخير جميعا أهلنا ووطننا الثاني المملكة الأردنية الهشمية حياكم الله جميعا ممثلين بقيادتنا وملكنا الغالي على جميع قلوب الشعب الفلسطيني الملك عبدالله الثاني حياه الله وحفظه ورعاه أنا اتفجأت صراحة لما انتشرت الأغنية عندكم بشكل جنون وكبير بس اتفجأت وفي نفس الوقت ندمت اني غنيتي نجزت ليش والله انا ندمت اني غنيتي لاني ممكن غلطت في بعض امور او مش انا اللي غلطت في بعض ناس فسرت الأغنية على غير نطاقها الصحيح نعم يعني قصدك الأغنية هي أغنية شعبية تعنى أنا حسب ما فهمت بالشيلة تمجد المقاومة عبدالله المقصود فيها شوف علي أنا حوضح لك الحكي هذا أنا قبل ما انشر الشيلة كان في تصوير الفيديو كليب نشرت فيديو على صفحتي موجود اني أنا لا اتبع لأي تنظيم سياسي ولا اتبع لأي جهة كانت من تكون نعم أنا غنائي ان يدل يدل على وحي شاعر وحي خيال مش وحي خيال يعني ما فيش في واقعي لا أنا الشيلة هذه اللي غنيتي بتمجد إرث انتسم من سنين غناء بالعربي أنا من الآخر أنا اللي بفسره بقوله أنه غناء قبلي بدوي تمام القبائل البدوي زي ما بتعرفوا نحنا القبائل البدوي بتتفاخر في نفسها بتتفاخر في جندها بتتفاخر في عتادها بس ما بدأ يعني ما بحبذ أو بحرض على العنف لا لا الأمر هذا مرفوض إطلاقا يعني أنا أقول لك والله أنا دمت يعني أني غنيت وحرضت على العنف طيب يعني أنت عبدالله أفهم من كلامك أنك زعلان لأنه تم ربط كلمات هذه الأغنية بمشاهد الخروج عن القانون خلال اليومين الماضيين في المملكة طبعا 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 أخوي أنا من هذا المنبر أقول لك يعني صراحة من أغلى البلدان على قلبي وعلى قلب الشعب الفلسطين والأردن والله والشعب فلسطين وأهل غزة كلكو إخواننا وغالين عقلوننا أنت تعرف على رأس من فوق الله يسعي نحن شعب توأم شعب واحد أن جد بالشعبين طيب والله أهل عبدالله أنا لماذا سألتك هذا السؤال بدي أعرف الأغنية جاءت من بيئة غزة هل نعرف غزة في حروب وفي حصار وفي قتال وفي معارك مستمرة مع احتلال إسرائيلي كلماتها إلا علاقة فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لا 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 أكون معك واضح جدا غناء الشيء غناء يعني زي ما نقول إحنا في اللغة البدوية طناخة فهم لي لا مش فاهم عليك والله شو يعني طناخ أقول لك كيف يعني طناخة يعني زعامة نعم زعامة يعني الناس بتتفاخر في حالي ربنا بقول في القرآن لقد خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارف تمام وكل إنسان يعني بالمواخذ بفخر في اللي عنده بفخر في قبيلتي في أهل في ناسي وإحنا أنا عملتي ما خصصت لأي قبيلة كانت من تكون أو أي إنسان أو أي فئة أنا بنبذ أي حاجة اسمه عنصرية بالحرف الواحد بحكي لك أنا بنبذ أي حاجة اسمه عنصرية بين أي شخص أو أي شخص تنا أو أي يعني بما تحمل الكلمة بنبذ أي حاجة اسمه عنصرية نعم الغناء هذا موجود في اليمن موجود في السعودية موجود في الخليج العربي مفهوم كلامك نحن بنغن مفهومك إذن عبد الله الهدف منه هو فن بيعكس فن كلمات تتعلق بفن شعبي فقط لغير يسمى بالشيلة وليس الهدف منه هو التحريض على العنف كما تم اتخاذ كلمات هذه الأغنية وبالتالي وضعها على مشاهد الخروج عن القانون وإطلاق العيارات النارية في مختلف محافظات المملكة عبد الله يعني أنت الهدف مرصود والرشاشي جاهز وفايتلي على أغنية بتقول للشعب العربي اللي ينتظروا أغنية انتهى وقت النقاش وين رايح فينا انتهى لا يعني شو النهاية شوف علي دي أقول لك حاجة أنا اللي خاش في العمل الجديد أنا أكثر الناس ما بتعرف إيش أنا بسوي أنا إنسان بحب الصعوبة وبحب أتحدى بعملية تحدي زي بنقول حلو إنك تنتج شي ما شافي أنا هاتلي على مرة العصور ما حتغنى الشيلي في فلسطين كله أول بن آدم غلناها أنا أو في الشام عامة ما حتغنى الشيلي قبل كذي تمام أو اللي غناها ما أتقنهي صح تمام فأنا حبيت أوضح الشيلي باللهجة الشامية البدوية وباللهجة اللي تنفهم وتنحب لأهل الخليج حتى أخلط ثقافات تمام الحين أنا اللي خاش فيه العمل الجديد اسمي انتهى وقت النقاش تمام عبارة عن زامل يمني تمام كلمتي وألحني وغنائي بس إيش بيختلف الزامل اليمني عن الشيلي بيختلف اختلاف كل تمام أنا باعتبر تحدي لنفسي أولا وبعدين تحدي للناس أنا بتحدى وأي بن آدم يعمل الزامل الزامل اليمني بيختص فيه قبائل في اليمن تسمى قبائل خلال تمام وما حد بغنى الزامل اليمني غير هذول الناس فأنا حبيت يعني بلما أخذ أني أخش فزامل هذا طب عبدالله اليوم بعد هذا الانتشار والنجاح لأغنيتك بتفكر بأعمال جديدة شجعك أكثر عشان تقوم بأعمال جديدة مشابهة للعمل الأول ومع الأخذ باعتبار أنه انت بالهدف الأول والأخير من هذه الأغاني هو فقط لغير هو الفن وعكس فن وليس أي تحريض آخر خلق طبفاتي أنا يا أحمد شوف علي انت جبت حاجة أنا على وجه ومن بركه بزفلكو هالخبر اليوم مع أذان العصر بعد أذان العصر حتى أكون صادق بعد أذان العصر ألفت ولحنت وغنيت عمل جديد بعنوان حانة الغارة مهدى للشعب الأردني وعلى رأسه ملكنا المبجل عبد الله الثاني اليوم انتهت فيه انتهت منه وخلص انشاء رب العالمين وخلال أيام إن شاء الله سينبث انشاء رب العالمين سيدي الله محيي أصلك وأصل أهلنا في فلسطين أهلنا في غزة بدي أشكرك جزيل الشكر المغني الشعب الفلسطيني عبد الله السعيدة معنا كان من غزة بدي أشكرك جزيل الشكر شكرا لك يعطيك العافية حيا ونبقى في غزة إذ تسبب منع إسرائيل بإدخال مئات السلع والمواد الخام للقطاع المحاصر في تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع خاصة القطاع الصناعي هذا وتتذرع إسرائيل بازدواجية استخدام السلع لغايات عسكرية فيما يؤكد الاقتصاديون أن الهدف الرئيسي تمثل